بسم الله الرحمن الرحيم ازايك يا حبيب عبنيني يا رب تكونوا في احسن صحة وفي احسن حيات النهاردة ان شاء الله نعمل فكرة حلوة جدا واقتصادية هتنفعك في غدا او في طارق او عشا رغم الحر اللي احنا فيه والغلاق والاسعار كل حاجة صراحة مش مشجع الوحد النوع في المطبق بس النهاردة هقولك على فكرة حلوة اقتصادية مش هتكلفك اي حاجة وسريعة مش هتاخد منك وقتوها لمجهود وان شاء الله الفكرة دي هتعجبك جدا عندي هنا رغيفين فينه بيتين انا امطلعهم الفليزر اللي احسن يكونوا بيتين عشان تقدر يتقطعهم ويطلعهم معاكي بالطريقة دي لكن لو جبت عيش فينه صابح وانتي بتقطعيه الكش معاكي كده وينلم لازم يكونوا في الفليزر او يعني يكونوا بيتين عشان يتقطعهم معاكي بالشكل ده طبعا ان شاء الله الفكرة دي اقتصادية جدا وعملية للناس اللي عازة تعمل اكل بس مش مكلف هتلم اي بواقع عندك في البيت هتعمليها بقى بس ان شاء الله لو جربتي هتعجبك بإذن الله بعد ما قطعت بقى الفينو بالشكل ان هنقطعته دوري عشان هعمله في صانية مدورة انت بقى لو هتعمليه في صانية مستطيلة لو هتعمليه في صانية مستطيلة ممكن تقطعيه بالطول عندي هنا اربع بيضات هنا لكل رغيف فينو بياخد معايا بيتين عشان تطلع معاكي الوصفة نكحة جدا والفينو متشرب معايا البيت كويس جدا هكسر بقى الاربع بيضات زي ما انت شايفة كده انت ممكن بقى تزاودي او تقليلي حسب الرغبة يعني ممكن تجربي في رغيف فينو بيتين في صانية صغيرة بعد بقى ما حطيت عليه حط بعد ما قسرت البيت حط عليه ربع معلقة صغيرة من الفلفل الاصمر وربع معلقة صغيرة من الملح وقلبهم كويس جدا لازم الفلفل الاصمر عشان يقضي على زفارة البيت والملح هنا هنبتاب البيت الفينو بتاع هقلبهم كويس جدا بس اما حاجة قلبيهم كويس جدا معاكي اما حاجة النهاردة لو عجبتك الوصفة او الاكلة السريعة دي ما تنسينيش بلايك والتعليق يهم حاجة جماع اللايك عشان لما اعمل اي فيديو يجيلك اشعور عشان انت عملت اللايك قبل كده لكن لو ما عملتليش لايك اي فيديو هنزلله مش هتشوفيه بعد ما قلبت البيت بتاعي كده بنزل عليه بربع كوباية من اللبن كوباية لبن عادية دافية ما فياش اي حاجة ولو طالع مية التلاجة برضو حطيها بس ما ينفعش تكون سخنة عشان ما تكتلش معاك البيت بروح اجيب بقى الصينية بتاعتي كده بحطي فيها معلقة زبدة وبسيحها شوية عشان ما انزل فيها الفينو هنزل بقى الفينو في السائل اللي انا عملته ده عشان يتشرب معايا كل السائل انا ممكن كنت رشيته بس كده ممكن ايه يعني كل فيه كتعة ممكن تشرب وكتعة لا كده اطمن ان انا بغرزها كده بحاجة وحطها عشان تتشرب معايا الكمية كلها اخلص بقى الطريقة دي بالشكل ده وارسوهم بالشكل ده عشان يديني بناخر شكل حلو عشان ما نيجي نقطع تطلع معانا كلها قطعة متساوية بعد بقى ما خلصت ورسيته بالشكل انت شايفه ده ما شاء الله رغفين فينو عمل الصينية محترمة جدا طبعا عندي هنا معلقتين فوضو مش هارميهم احطهم كده واحطهم باي شكل عشوائي عشان برضو بيزودوا معايا الطعم ويخلوا الحاجة تتماسك معايا اكتر طبعا هنا عندي بقى هنا الفكرة من الطريقة دي اللي انت بتلمي اي بواقي موجودة عندك في التلاجة اي حاجة حطيها هتطلع معايا بجد طحفة جدا زي ما انت شايفي بروح بقى على النار بكون موطية العين على النار هادية وحطه على الصينية وابدأ حطي الاضافات بتاعتي بصي بقى اي حاجة عندك حطيه انا كان عندي بواقي مشروب حطيته انت بقى ممكن تحطي بواقي لحمة عندك بواقي فراخ بني جبن سوسيس لحمة وفرومة بصي الحشوة دي بقى بتاعتك انت حطي فيها اي بواقي موجودة عندك اي حاجة هتمشي معايا طبعا زي ما انت شايفها بحط حاجات بسيطة لان دي الحاجات اللي موجودة عندي حطي زي ما انت شايف اي حاجة اي حاجة موجودة بس اهم حاجة واهم مكونين معايا هم الجبن الرومي والمزارلة لان هم ضولة اللي هينقولولك الوصفة بتاعتك وهيخليها لك زي البيتزا بالزبط وطعمها طحفة اي طفل هيشوفها يقول لك دي بيتزا وهيقولها لانها فيها حاجات حلوة جدا ومغزية ممكن زي ما قلت لحضرة دي تحطي اي حاجة انت عاوزها بغطيها كده عشان الجبنة بتاعتك تسيح بالشكل ده بعد ما استوت وشفت حرفها من تحت حمر طبعا انا لازم ادخلها بقى الشوية تاخد لون بس عشان المزارلة بتاعتك دي ديني اللون الحلو ده ما شاء الله كانت فكرة حلوة جدا وجميلة وعاوز اقول لك اللي انا هقلبها في صانية دلوقتي هتتقلب معايا بكل سهولة اهم حاجة بس تحطيها في صانية ما بتكونش يعني انا بتكون ما بتلزقش عشان بتنزل معاك زي ما انت شافها بكل سهولة يعني صراحة عملية ممكن لو جالك اي ديف فجأة تعملها مش هتاخد منك وقت ولا مجهود وصفة عشاء او غداء او فطار بجد تحفى ممكن تعملها لأولادك في المدارس وكل واحد ياخد قطع هتوفر معاك كتير قوي عاز اقول لك طعمها حكاية بجد وفرت وقته مجهود وعجين وتكلفة وحر لا دي عملية لو جات لك اي فرصة يكون عندك فين وبيتين وبتين ممكن تعملي الفكرة دي بجد هتنفعك او عندك اي بوائي من الغداء ومش عارفة تعملي فيها او كتعة لحمة باقي عندك بجد هتنفعك جدا وفكرة اقتصادية جدا فهم ما تتخيلي والطعم تحفى 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 بس الشكل عامل ازاي هي اساسي في الوصفة الجبنة الموزارلة والجبنة الرومي ان شاء الله يكون الفيديو نالاعجابكم ما تنسونش بقى بلايك وتعليق واشتراك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الاكل اسأل مع حياة وما تنسوش يا جماعة ما حاجة اللايك 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 عشان بيرفع الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة